العناصر الإرهابية تواصل تهديد الترتيبات الأمنية الهشة في مدينة تعز فخلال الفترة الماضية وبعد أن تم تعليق عمل الحملة الأمنية بناء على توجهات من محافظة تعز رئيس اللجنة الأمنية شهدت المدينة ازدياداً ملحوظاً في حجم الاعتداءات التي تنفذها عناصر إرهابية تنطلق من الأوكار ذاتها التي استهدفتها الحملة الأمنية قبل أيام الاعتداءات استهدفت ضباطاً وجنوداً تابعين للشرطة مصدرها رصاص قناصة تحصن في منازل المدينة القديمة أسفل قلعة القاهرة وفي يودي المدام حيث يواصلون الاعتداء على قسم شرطة الجمهوري ودوريات الشرطة المسؤولة عن الحراسة الأمنية في المدينة من مواقع تمركزهم تلك وفقاً لأحدث بيان صادر عن الإدارة العامة لشرطة تعز شرطة تعز في مؤتمر صحفي عقده مدير عام الشرطة بالمحافظة العميد منصور الأكحلي عبرت عن استغرابها من عدم استجابة العناصر المسلحة لتوجيه محافظ محافظة تعز رئيس اللجنة الأمنية بتسليم المطلوبين أمنياً رغم التزام الأجهزة الأمنية بتنفيذ توجيهة المحافظ والتي قال إنها تأتي من حرص الشرطة على إتاحة الفرصة لهذه العناصر لتسليم أنفسها ولتجنيب المحافظة الحرب والدمار تم ملح كتائب أبي العباس مهلة لمدة 12 ساعة بدأت من مساء الساعة الثامنة وانتهت الصباح الساعة الثامنة صباحاً صباح يوم أمس المسلحي كتائب أبي العباس لم يلتزموا بهذه الهدنة على الإطلاق وبدأوا بإطلاق النار على الأطقم الحملة المتواجدين في قسم المهوري وعند مدرسة فنوية تعز الكبرى مما أدى إلى قرح أحد الأفراد قرح بليغ لم يصور حتى الآن أي موقف من محافظة تعز الذي يلتزم الصمت لكن توجيهته بتعليق الحمل الأمنية يبدو أنها تفاقم الوضع الأمني وتعزز من الموقف القتالي لعناصر عرفوا بانتمائهم لجماعة إرهابية منظمة تهدد الأمن وتحول دون فرض الاستقرار في مدينة تعز قبل أيام فقط خرجت هنا مسيرات نظمتها أحزاب تحت شعارات تنتصر لسكان المدينة القديمة من مزاعم بالاعتداء عليهم نسبت إلى رجال الحمل الأمنية الأمر الذي أعطى تلك العناصر غطاء تزايد في ظله نشاطها المحموم لاستهداف استقرار تعز وفقا للمراقبين لا تزال مدينة تعز تدفع ثمن انتصارها للحرية والتغيير فعلى ساحتها الوحيدة المتاحة للتعبير الحر عن الرأي يجري اليوم الالتفاف على إرادة هذه المدينة بالمسوغات ذاتها التي مكنت الحوثيين قبل خمسة أعوام من دخول صنعاء في مهمة انقيل حينها إنها تستهدف إحداث تغيير طفيف في خارطة القوى المهيمة على مقالد الأمور بالمدينة اشتركوا في القناة